النمسا تتضامن مع المرأة بأكثر من 12 ألف حظر دخول مكتب العمل يعلن عن 150 مهنة جديدة اعتبارا من العام المقبل مئات من طالبي اللجوء قدموا بيانات كاذبة عن عمرهم الحقيقي النمسا تشدد على عدم استخدام الغذاء كسلاح في أوكرانيا السجن مع وقف التنفيذ لموظف حكومي اختلس 260 ألف يورو ومجهول يسرق بنك في فييناد دون أن ينطق بأي كلمة من العنوين إلى تفاصيل النشرة على النمسا ميديا أهلا بكم وفي خبرنا الأول أكدت النمسا التزامها بمناهضة العنف ضد المرأة حيث تشارك وزارة الخارجية في الاحتفالات العالمية العالم البرتقالي وأشارت الحكومة إلى أن هذه الاحتفالات تهدد أو تهدف للتضامن والعمل للقضاء على العنف لمدة 16 يوما حيث تركز الجهود على رفع الوعي حول العنف النوعي مع تكثيف جهود الممثلين النمساويين في العالم وعلنت وزارة الداخلية عن فرض أكثر من 12 سبعمائة ألف قرار منع دخول واقتراب هذا العام فيما كانت تصل لخمسة عشر ألف العام الماضي وتم إلزام أكثر من 26 شخص لتلقي استشارات منذ العام 2021 أعلن مكتب العمل في النمسا عن طرح وظائف جديدة لتصل قائمة المهن المطلوبة إلى 158 مع إدراج الوظائف الخضراء لأول مرة اعتبارا من العام المقبل وتشمل القائمة 110 مهن على مستوى الدولة و48 مهنة إقليمية وسيحدد وزير الاقتصاد والعمل مارتين كوخر هذه المهن العام القادم وتم إضافة ثمانية مهن جديدة في النقل العام مع التركيز على تطوير وسائل التنقل المستدامة ويأتي القرار في إطار التحول المستدام والتطور التكنولوجي لكن بعض المهن مثل النادي الوسائقي الشاحنات استبعدت مما دفع غرفة التجارة لطلب إدراجها مجددا تراجعت طلبات اللجوء في النمسا بأكثر من 40% خلال شهرين أكتوبر ونوفمبر حيث أعلنت وزارة الداخلية أن 9893 شخصا تقدموا بطلبات في أكتوبر بانخفاض 46% عن العام الماضي وسجلت أعلى الطلبات من سوريا ب3777 الطلب تليها تركيا أفغانستان والمغرب ويعود السبب للإجراءات الأمنية على الحدود إضافة إلى اتفاقيات العودة مع الهند والمغرب وتم هذا العام ترحيل 10500 شخص منهم 52% طوعيا فيما غادر 25000 شخص لدول أخرى وتم إجراء 1650 تقييم عمري أظهرت أن 58% منهم قدموا معلومات كاذبة أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن تعزيز دعمها لمبادرة الحبوب الأوكرانية بمبلغ 3.8 مليون يورو وأكدت الخارجية أن هذه الخطوة تأتي للمساهمة في الأمن الغدائي العالمي ورفض استخدام الغذاء كأداء للضغط مؤكدة على أهمية تذكير العالم بضحايا هولو دومور المجاعة التي أودت بحياة الملايين في أوكرانيا قبل 90 عاما ويأتي هذا بعد دعم النمسا العام الماضي لتوريد الحبوب للمحتاجين في إثيوبيا والسودان بمبلغ 3 مليون يورو حكمت محكمة سانت بولتين في النمسا السفلة بالسجن 20 شهراً مع وقف التنفيذ وغرامة 960 يورو على موظف بلدية اختلص أكثر من 260 ألف يورو وتمكن الشاب البالغ من العمر 26 عاماً الذي كان يعمل منذ العام 2017 وخلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى أبريل 2023 من التلاعب بإيصالات مزورة مسبباً خسائر تقدر بـ 260-950 ألف يورو وقد اعترف بالتهمة أمام المحكمة وعز أفعاله إلى إدمانه على القمار مستخدماً الأموال في ألعاب الفيديو عبر الإنترنت ويتوجب عليه دفع المبلغ المسروق والالتزام بالعلاج النفسي تمكن مجهول اليوم من سرقة بنك بالحي الثاني في فيينات دون أن ينطقى بأي كلمة مع موظف البنك حيث تمكن من الفرار بمبلغ غير معروف ودخل الشخص المجهول الفرع قبل الظهر ووضع ورقة يطلب فيها النقود وكشف مؤقتاً عن مسدس في حزامه وبعد أن قام الموظف بتسليمه المبلغ المطلوب أخذ الجاني النقود وغادر ولم تعلن الشرطة عن قيمة المال المسروق والمشتبه به كان يرتدي قبعة وشالاً وقفازات سوداء ويحمل حقيبة سوداء ولديه أنف كبير حيث تواصل الشرطة البحث عنه نهاية النشرة أشكر لكم حسن المتابعة مزيد من التفاصيل تجدونها عبر تطبيق إنفوغرات كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة بأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر